هذه الرسالة والنعي الموجه من النادي الأهلي إلى أسرة الراحل عمر فهمي رحمة الله عليه الأهلي ينعى عمر فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق حرس النادي الأهلي على نعي عمر مصطفى فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الكاف سابقا والذي توفي اليوم بعد صراع مع مرض السرطان هو توفي عن عمر 37 سنة ونشرت الصفحات الرسمية لنادي الأهلي عبر مختلف مواقع السوشال ميديا النعي قائلة الأهلي يشاطر المهندس مصطفى فهمي الأحزان في وفاة نجله طبعا فيه إشارة سريعة إلى السيرة الذاتية للراحل عمر مصطفى فهمي تخرج فهمي من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم وتكنولوجيا عام 2004 وحصل على الماجستير في الإدارة الرياضية من الفيفا ونجح في اجتياز ديبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006 والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين عام 2007 وعام 2010 واستمر في هذه المهمة حتى عام 2015 وعمل أيضا كمساعد منصق في بطولة كأس العالم للشباب في تركيا عام 2013 كما عينا مديرا عاما لبطولة أمم أفريقيا عام 2011 إلى 2014 بطولة أمم أفريقيا للمحليين وبعدها مديرا لبطولتي كأس الأمم الأفريقية 2013-2015 وعمل كمساعد منصق في أولمبياد ريو دي جنايرو عام 2016 طبعا ده كان البطولتين السبقوا هذا العام بطولة 2013 وبطولة 2015 كان وقتها مكلف بمهمة مدير لبطولة كأس الأمم الأفريقية وبينتمي الراحة العمر فهمي لأسرة أهلوية عريقة طبعا انتمائها عبر عقود طويلة وسنوات طويلة إلى النادي الأهلي وحب النادي الأهلي وأنشطة وعمل دقوب داخل القلعة الحمراء البيت الكبير النادي الأهلي جده هو المهندس مراد فهمي لاعب الأهلي السابق وأيضا مدير الكرة وعضو مجلس الإدارة السابق في النادي الأهلي ومدرب المنتخب الوطني سابقا وسكرتير سابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طبعا هو كمان المصري الوحيد اللي حصل على هذا التكريم وسام الاستحقاق من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الفيفا ومصطفى فهمي والد الراحة العمر فهمي خلف والده في منصب سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعين في هذا المنصب عام 1982 واستمر في هذه المهمة حتى لمدة 28 سنة وترك هذا المنصب كمدير لقطاع المسابقات في الفيفا أو الاتحاد الدولي لكرة القدم ليكون أول مصري يشغل هذا المنصب قبل أن يترك المنصب ويعود إلى مصر كان أحد أفراد رابطة محبي النادي الأهلي اللي قامت برفع العلم الذي دخل موسوعة الأرقام القياسية عام 2001 وطبعا تم رفع هذا العلم في مباراة الأهلي مع ريال مدريد ليؤسس بعدها مجموعة ألترز أهلاوي وطبعا نتمنى من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ولأسرتي الصبر والسلوان وكان فيه اهتمام على الصفحات أيضا التي تمثل مواقع كرة القدم على المستوى الأفريقي والدولي الاتحادين الأفريقي والدولي طبعا التفتوا إلى هذا الأمر وأشاروا إلى تقديم خالص العزاء لأسرة المتوفة وطبعا نعى الكاف أيضا أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الراحل عمر فهمي قائلا بعد ما نشر على الموقع الرسمي هذا النعي لعمر مصطفى فهمي وجاء النص كالتالي قال الاتحاد الأفريقي أو الكاف نود أن نعرف عن خالص تعازينا لوفاة الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عمر فهمي والذي وفاته المنية اليوم في القاهرة بعد صراع مع المرض لقد تلقينا خبر الصدمة بقلق بالغ ومشاعر كبيرة نيابة عن كاف نقدم خالص التعازي لعائلته وخاصة والديه وزوجته وابنته ربنا يرحمه طبعا كل الكوادر وكل الشخصيات المصرية اللي قامت بعمل دقوب ولها إسهامات كبيرة في عالم كرة القدم في فترات طالت أو قصرة هذه الفترات الكل دائما بيبقى في ذاكرة الرياضة المصرية والنادي الأهلي دائما أبدا بيتذكر كل الشخصيات اللي ارتبطت بجذور والعمل والنجاحات المختلفة على مستوى الرياضة داخل مصر أو على المستوى العربي والأفريقي خاصة الكوادر اللي انطلقت عائلتها وخرجت من النادي الأهلي واللي كان لها نشاط وبصمات داخل القلع الحمراء ومنها طبعا أسرة الراح العمر فهمي وإسهامات والده وجده طبعا المجال لا يتسع لها في الحديث عنها لأن لهم إسهامات كبيرة زي ما أشارنا لبعضها من خلال السطور الماضية لحضراتكم على مستوى كرة القدم محليا وأفريقيا حننتقل